في شأن آخر ظهرت فعالية اليوم العالمي للتطوع عن ضعف في مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في حين يقتصر النشاط التضامني والتطوعي على الفعل العائلي في غيابي واستقلالية الكيانات الاقتصادية والمؤسساتية عن هكذا خطوة التبطية لودة بندريس على وقع هذه الصور المعبرة والأحاسس الدافئة وخاصة في يومه العالمي التطوع في الجزائر ثقافة نادرة ومقتصرة على الجمعيات الخيرية وبعيدا كل البعد عن ناظري المؤسسات الجزائرية أو كما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية في حين يعد تقليدا لشركات الأجنبية التي تشجع التطوع في صفوف طبقتها العاملة طريقنا من طريق الرياضة أن الأطفال في المستشفىات والأطفال دور الأيتام يكونوا موتيف يكونوا يتشجعوا كتر باش يواجهوا هذه الأمراض باش يواجه هذه الحالة باش يواجه هذه الأفاة الاجتماعية نعاون الشباب لمكافحة الأفاة الاجتماعية باش نوروهم باللي الرياضة هي تتفادك أن الوقت في الفراء تقضيه في الرياضة والأعمال الخيرية الدعم تقريبا هو عائلي الدعم عائلي لأننا ما زال ما نشأ جمعية وإن شاء الله نفكره نكون جمعية دعمهم نكونوا جمعية باش نكونوا أسهل في التعامل مع العلاقات في الدول وهنا داخل الوطن وخارج الدول أنا مش فقط لازم للشركة تخدم ولا تدير المسؤولي الاجتماعي تأخذ هذا المسؤولي على تقيها ولكن لازم يعاونوا ويدعموا هذه الجمعية لهم يحقوا هذا الأهداف الاجتماعي هذا الغياب في القاموس المهني لمؤسسة الاقتصادية الجزائرية خلفته شركات عالمية زرعت حب التطوع بشكل غير إلزامي في أروقتها ودمجت اهتمامات اجتماعية وبيئية في عملياتها السنوية مع أطراف مختلفة باعتبار أن هذا الفعل له علاقة وثيقة مع التنمية المستدامة يعني أقول الرائد العالمي في السياسة كل عام يعني ميكروسوفت تستطمر حوالي مليار دولار في مجال السياسة وخاصة في منطقة إفريقيا والدول العربية وفي الجزائر نقوم بهذه البرامج كل عام الحمل هي الشركة التي قدمت سهمت أنها تساعد بولدان إفريقية في هذا العام حقنا 25 بلد إفريقي قدمنا مساعدات بما فيها دور الأيتام بما فيها الغذاء بما فيها الألبيسة بما فيها الألعاب والسفر كذلك تعرفهم على ما هو السفر وكذلك هي أن مشاركة العامل في الشركة هو الذي سهم في التطوع في الجزائر حوالي 20 مليون دينار سنويا في المسؤولية الاجتماعية علم الاقتصاد الحديث أصبح مطالبا بتبني مبادئ أخلاقية كمتغير جديد في معادلة الإدارة من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مواردها وتفعيل العلاقة بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن لغة جني الأرباح وتوسيع الاستثمارات ترجمة نانسي قنقر